السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نعنع أزرعه في الحديقة وهذا كرفس ومعه كزبرة وبقدونس سر إخدرار ونمو هذه الخضروات هو العدس الأحمر فبعدما كانت الأوراق صفراء والنبات تحس كأنه بحاجة لمقويات ومغذيات بدأت في سقي بالعدس وابتعدت نهائيا عن الأسمد الكيميائية التي تضر بصحة الإنسان وبالتالي ستأكل خضار طبيعية صحية وبدون كيمويات وبتكلفة أقل فلاحت تحول كبير على النبات على جميع المستويات بما فيها التزيير وقوة الجذور والأوراق سأعطيكم اليوم طريقتان لعمل سماد من العدس سواء عدس أحمر أو أي نوع آخر من العدس طريقتان فعالتان وبالأخص الطريقة الثانية لذلك أخوكم توفيق من قناتكم بذرة والتي هي نافدة المعلومة الصحيحة العلمية والمفيدة يدعوكم لمشاهدة الحلقة كاملة وننتظر طبعا دامكم اشترك اترك تعليق ضع اعجاب ولنبدأ على بركة الله توجه للسوق والشريء العدس سواء أحمر أو أي نوع آخر إذا اخترت العدس الأحمر سأعطيكم طريقة الاستعمال وبماذا سيستفيد النبات أما إذا اخترت صنف آخر من العدس سأعطيكم أيضا في هذه الحلقة طريقة روعة للاستفادة منه نأخذ كوب صغير من العدس الأحمر تقريبا 100 جرام نأخذ لتر واحد من ماء نقي خالي من الكلور ونضع العدس في الماء نتركه منقوعا لمدة ستة ساعات بعد مرور ستة ساعات أصبح لون هذا الخليط أبيض وهو الآن جاهز للاستعمال بحيث سنسقي به النعنع والكزبرة والبقدونس وكل النباتات التي توجد عندك في المنزل وبالتالي سيستفيد من عدة عناصر أولها الفوسفور يعني جذور قوية أيضا ستستفيد من البوتاسيوم يعني إذا كانت لديك نباتات مزهرة فمبروك عليك أظهار كثيفة ومتألقة العدس أيضا به عناصر صغراء جد مهمة للنبات على رأسها الحديد والمنغنيز والزنغ والنحاس وطبعا هذا يعني وداعا لسفرار الأوراق طبعا بفعل عنصر الحديد وعنصر المغنيزيوم والذي أيضا يساعد على تكوين المادة الخضرة أي الكلوروفيل وأيضا المعادن والفيتامينات والعناصر الموجودة في العدس بطبع حال ستعطي للنبات نمو خضري قوي وستساعده على مقاومة الآفات والأمراض استعمله لنبتة قرة كل 15 يوما وسترى الفرق نمر الآن لطريقة استعمال العدس البني أو الأخضر أو الأسود وهذه الطريقة أصدقائي جد جد روعة وجد مفيدة لنبتتك بكل بساطة نأخذ العدس ننبته في الماء حتى يصبح بهذا الشكل والطريقة جد سهلة كنا نعملها ونحن صغار بعد الإنبات نأخذ العدس المبرعم نضربه في الخلاط نصفيه والمحلول الناتج نسقي به نباتاتنا كلها وبدون استثناء والسر هنا كون الحبوب بصفة عامة عند إنباتها في الماء تتضاعف مكوناتها وتزداد قيمتها الغذائية بنسبة كبيرة وبالتالي فنسبة استفادة النبات ستكون أكبر عند ريه واسقيه بهذا المحلول إذن أصدقائي كما لاحظتم سواء عدس أحمر أو غيره فالنبات سيصبح قوي مقاوم للآفات والأمراض والتجربة خير برهان وأعيد التأكيد على أن أكثر مكوّل للعدس الأحمر هو الفوسفور والذي يعطينا جذور قوية مقاومة والجدر هو الأساس وكلما كان الجدر قوي كان النبات سليم أخضر ومزهر للمزيد من الحلول العضوية الطبيعية التي تقوي النبات وتجعلنا نستغني عن الأسمد الكيميائية اشترك الآن في بذرة ليصلك تنبيه عند تنزيل أي حلقة وسؤال الختم كيف تعرفت على قناة بذرة أترك جوابك في تعليق أخوكم توفيق يحييكم ويتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة